بعد نسب النجاح المرتفعة نسبيا في مسابقة الباكالوريا مقارنة بالسنوات السابقة الحكومة الموريتانية تتوقع أن يشهد العام الدراسي القادم ضوطا على المؤسسات الجامعية بفعل هذا الارتفاع في هذا الإطار دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب الموين القطاعات المختصة إلى الاستعداد لخلق الظروف الملائمة لاجتتاح دراسي ناجح وطالب الموين خلال اجتماع له أمس لشموعة مع مدير مؤسسات التعليم العالي لأخذ بعين الاعتبار ما قد يحصل من ضلط على المؤسسات الجامعية بفعل الارتفاع الكبير للنسبة الناجحين في الباكالوريا هذا العام كما أوصل وزير مدير مؤسسات التعليم العالي ببذل كافة جهود وتسخير كل الوسائل للتعامل مع الوضعية وقالوا الموين إن الدولة عملت في السنوات الأخيرة على تبن استراتيجية تهدف إلى تقليص نسبة الطلاب الممنوحين للخارج عبر تنويع عروض التكوين في المؤسسات الوطنية وما ينتج عن ذلك من ضرورات الحرص على جهودة المخرجات وإكرهات موامتها مع سوق العمل الوطنية ليوضف الوزير في السياق ذاته أن الدولة بدلت جهودا متواصلة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي في موريتانيا لكي تكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الناجحين في الباكالوريا مؤكدا تلقيه ما سماها تعليمات صارمة بضرورة الحرص على تحقيق العدالة والمساواة أثناء عملية التوجيه التي ينتظر أن تنطلق قريبا وفي نهاية الاجتماع طالب الوزير الجميع إلى الابتعاد عن كل ما يمكن أن يؤثر على شفافية العملية وحسن سيرها مضيفا أنه لن يتدخل في موضوع التوجيه لصالح أي كان مهما كانت الظروف والأسباب وكانت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي قد أعلنت عن ارتفاع نسب النجاح في المسابقة مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغت نسبة النجاح في الدورة الأولى هذا العام 23.70% في ظل ترقب الإعلان عن نتائج الدورة التكملية في الأيام القليلة القادمة اشتركوا في القناة